السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم كوزين تحنان نقول لكم كامل اللي راكم تشاهدوا فيا ومشتركاتي والمشتركين كامل كوزين تحنان ترحب بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير انا اغلب فيديو هذي اللي رايح نعطيها لكم تخص واحد السيدة كانت طلبت مني باش نعطيها يعني الاخت اللي راكي تسئلها راكي تسمعي فيها راكي تسناي يعني في الفيديو هذي بفارغ الصبر الوليدك اللي عنده راضيع تاعك عنده ثلاثة شهور وقلتي لي راها فيه راو عنده فقر الدم وكنت دخلتي في اللايف وقلتيها لي وكتبتي لي تاني في التعليقات بسم الله نقول لك والله يعني شوفي نقدر هو طفل راضيع راه وصغير عنده ثلاثة شهور ما نقدرش نفيدك باي شي لان العمر التي عورها عادة راضيع صغير وعنده لو كان جات عنده غير ستة شهور يعني ستة شهور نقدر نفيدك بل بزاف كي ما فتنا يا ولداتي وفت يعني الكل الناس الكبار ما قدرش نفيدك هو راهو شوفي صغير راضيع لو كان نعطيلك وصفة ولا ما يكلش راهي عنده ثلاثة شهور كي ما نعرفو البيبي كي يكون صغير تحت ستة شهور ما تقدريش تمديله حتى الخمسة شهور يمكن تعطيلو ولكن هنا راهو صغير بالبزاف ما نقدر نفيدك لابتزانات ولا بيعني عن طريق الوصفات اللي رايح نعطيها يعني المجربة والمضمونة راح لعمور طيعة وصغير بالبزاف وحتى الثيزانة ما نقدرش نفيدك بيها راهو صغير ونخاف ما يعني عذرا أنا نصحك تديه للطبيب وتبعي عند الطبيب وشوفي زيدي تبعي وكل مرة عمليلو لزاناليز حتى يلحق ان شاء الله خمسة شهور ولاست شهور نفيدك بالبزاف بي حولي له هذه هي الأخت ونقولك سمحيلي 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 خاصة يعني والله كاين وصفات جد ورهيبة ولكن لغالب ما راهو صغير في العمر ديالو لازم يتبع الطبيب باش تكون عندو يعني نتيجة وفايدة وانا ننصحك الأخت إلا ركي ترضعيه يمكن الحليب بتاعك كاين الحليب اللي عندها نقص في الحليب بتاعها في الحليب بتاع الأم الحليب هاي جي خفيف تعاونيه بالبيبرون إلا ركي ترضعيه انت يا من عندك يعني حليب الأم تعاونيه بالبيبرون باش يعني ديري له الحليب كاين الحليب بتاع المعزة كاين الحليب بتاعه ما نيش عارف يقول لك يعوض حليب الأم ولكن هي ما كاش منها فيه بزا فيتامينات غني جد وغني راهو غالي شوياك يدير مية وعشرين آلف وكاين يدير حتى الميتين آلف نتيو مقدورك لكن على جهة البيبي ديالك لازم تغامري راهو جد ويعني مفيد حليب تعال باطا وإذا كان ما يرضعش ثاني عمليلو عندك ثاني عمليلو هذا باسكو إذا كان يرضع عندك يكون الحليب بتاعك ناقص نظن أنا الطبيب يكون قلق باش تعير الحليب بتاعك باسكو من المستحيلات بيبي يرضع الأم ديالو ويكون عنده لانيمي هنا نقول لك بالك إلا راهو يرضع عندك كما فهمتك يكون الحليب بتاعك ناقص هي حليب الأم كامل يعني جنرال ما فيه الفيتامينات وغني ونعرفو مفيد وفيه مادات يعني مادة معقمة يعني كما نعرفو بيبي ما يمارسون من بعض الحليب بتاع الام ويش فيه ويش ما فيه هنا هنا كاين بالزنف اللي الحليب ديالها يجي خفيف مهما كان حليب الأم حليب الأم ولكن يجي شوية ناقص ما يجي بشروحو عليه كيما نقوله حنا بالعامية هنا ننصحك ديرلو الحليب تاع الباطا اللي غاني بالفيتامينات يقدر يعاونه وكين الحليب ثاني تحفق الدم فيه يعني المواد اللي نقصة في الجسم التاع الطفول ديالك يعوض هالحليب هدايا قتلك راهو غالي شوية وإن شاء الله يجي بروحو يصيب روحو تبعي ثاني الدوات على الطبيب اللي والم الراضيع تاعك أنا وقول لأختي عذرا ما قدرتش انفيدك وخاصة خفت أنه بيبي صغير وهي في حد ذات هذا البيبي مكيش وصفات تخص للرضع هذا ما الصغى كاين اللي تيزان تعاوضيهم يعني للأكل وكلش وللوصفات اللي رايحة نمدهم لك ولكن أنا خفت ما قدرتش نعطيك راهو راضيع صغير وعندو ثلاثة شهور بش نكون صارحة مع الأخت ديالي تبعيه عند الطبيب وديري له وشقط لك ديري له وشقط لك تبعي له الحليب اللي خص اللي راي نقسم الجسم ديالي وكاين الحليب تاع فقر الدم وإن شاء الله ربي شافيه ويعافيه في أقرب وقت يا رب وكي يلحق للعمر تاع خمس شهور ستة شهور ديري له وصفات رايحة نعطيكم وصفات جد ورائعة للعمر تاع الطفل إن شاء الله لما يكبروا وليدي شوية مع وليداتكم وما نحط لكم قبل ما يبدأ الماكلة أولادي إن شاء الله بإذن الله رايحة نحط لكم وصفات رائعة جدا للرضوع ولكن من شهر يعني مربع شهور وطلع نقدر نفيدكم أكلات وصفات تدابير للرضوع وش نقول لكم هذه هي وسمحي للأخت إن شاء الله ربي شافيه ولدك ولا غطيني عن جد يعني بصحة لغالب ما قدرتين في ذكره وصغير بل بزياب هنا نقول لكم إن شاء الله رايح نشوفوا عدة وصفات للرضوع ومتابعة تحهم والعناية وكلش برك نتعافى شوية إن شاء الله وتشوفوا إن شاء الله جديد ووش راكم تطلبوا نقول لكم حانا نحنونة تحبكم معليش كي نتفصل خلي هذا الموضوع نخلوه موضوع آخر باش كي تدخل الأخت ما تلقاش نقول لكم نحبكم 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 حانا نحنونة تحبكم ما تنساوش بيزو au revoir et merci bye bye